على هذا الكرسي المتحرك وبعد سنوات من التعذيب الوحشي وحقن جسده بعلاجات قاتلة ينتهي به المطاف إلى هذا الحال المختطف عبدالله الشنفي أحد مختطفي منطقة حجورة كانت الميليشيات قد أعتقلته من إحدى فانات قدمارة في عام 2017 أثناء زيارة علاجية لإحدى أفراد أسرته إلى محافظة عدن ظل في سجن أمن المخابرات لفترات طويلة ومن ثم انتقل لسجون سرية أخرى وفيها تجرع ويلات وأصناف التعذيب من قبل مشرفية الجماعات الإرهابية دون رحمة أو شفقة استخدموا معه كل وسائل التعذيب بل أبشع وسائل التعذيب استخدموا معه أشياء أفقدت طول حياة الآن هو شبه ميت لا يأكل إنما الأكل عن طريق أنبوب تغذية من المعدة لا تنفس إلا عبر كورستومي من الحلق لا يستطيع أي حركة أيضا بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات تبين أن لديه إنحناءات في الفقرات القطنية في الظهر وإنحناءات في فقرات الظهر العليا وإنحناءات في فقرات العنق كل ذلك نتائج وسائل التعذيب والتقارير موجودة بإمكاني تزويدكم بكامل التقارير من هذا المكان يتنفس عبدالله الشنفي ومن هنا أيضا يحصل على الطعام كل يوم كما أنه لا يستطع الحركة والتبول فقسده لم يعد قادرا على حمله بعد إصابته بشلل ربعية كما أن لسانه تعطلت عن الكلام مخفية معها سجلا طويلا من أيام التعذيب والأوجاع التي عاشها داخل سجون الميليشيات فنظرات عينيه تكاد أن تتحدث وتفسح لكل من يصادفه عن كل ذلك التعذيب والإجرام الذي تلقاه على أيدي الميليشيات ومشرفيها هناك من قتلوا داخل السجون بسبب التعذيب وبسبب أيضا الإهمال الطبي عبدالله الشنفي تم اختطافه وكانت برفقته عائلته في منطقة ذمار يعني مدني لا يحمل السلاح يعني في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وتم اختطافه ويداعه في سجونها السرية وموارسة التعذيب الوحشي ضده خرج من السجن ووزنه قرابة 25 كيلو فقط يعني كالطفل صغير بهذا الوزن أنا زرته عندما خرج من السجن التقيناه وكان يعني في حالة مأساوية للغاية وما زال يعاني منها حتى اليوم حالة الشنفي ليست إلا واحدة من الحقد الدفين والإجرام الذي توجهه الميليشيات الإرهابية ضد اليمنيين على مدى سنوات الحرب فهناك الكثير من المعتقلين والمخفيين قصرا من أبناء حجر وغيرها من المحافظات اليمنية يواجهون أصنافا من التعذيب وقد أود ذلك بحياة الكثير منهم داخل سجونها فيما الآخرون الذين حضوا بصفقات تبادل دمرت حياتهم بأمراض مزمنة ومسلوبية الحركة مثلت السجون والمعتقلات الحوثية كابوسا يطارد المختطفين والأسرى اليمنيين الذين الذاقوا ويلاتا من التعذيب الوحشي والقمعي الذي مارسته الميليشيات ومشرفيها بحقهم وبات أغلبيتهم حبيسة الكراسي المتحركة عبد العالم نحلان لقناة اليمن اليوم مأرب